السلام عليكم تعالوا بقى نهاردة من ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة هنحولوا لكمية كبيرة من اللحمة المعصجة وهيكون طعمها في منتهى الجمال والروعة عايزكم تجربوا الوصفة دي وصفة سهلة واقتصادية جدا وهتزود معنا الكمية هنزودها بمكونات موجودة في بيوتنا كلنا هتضعف معنا الكمية تابعوا الفيديو للاخر وعملوا اللايك واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ على طول اول حاجة زي ما شفتوا انا جبت ربع كيلو من اللحمة علشان محدش يقول ان اللحمة دي اكتر من ربع كيلو لما يشوف الكمية في الاخر انا وزنتها قدامكو عشان تعرفوا ان هي ربع كيلو من اللحمة بس حطت بقى شوية زيت كده في طوصة على النار وهنزل بقى باللحمة وعصاجها كده الاول بديها تشويحة قبل ما نزل عليها اي حاجة تاني خالص هشوح بقى فيها كويس جدا كده على النار عالية علشان ما تنزلش طبعا اي مية منها علشان كمان يكون طعمها احلى اللحمة دي انا جابها من عند الجزار يعني فيها جزء دهون بسيط جاهزت كمان مصد كيلو من البصل المفروم في الكبه خشم كده ما يكونش ناعم قوي يعني زي ما انتو شايفين كده ما تستغربوش الكمية جربوه هتلاقو ان بجد كده احلى بكتير قوي من ان احنا نقلل كمية البصل وهيضاع في الحجم ولسه هنشوف هنضيف ايه كمان علشان يزود معانا الكمية بس دلوقتي هنقلب كويس جدا كده مع بعض اللحمة خدت تشويحة كده لوحدها في البداية تقريبا دقيقتين وبعد كده نزلت بالبصل بعد دقيقتين وفي المرحلة دي برضو بحب انزل مع البصل البهارات عشان تتشوح كفاية وتدينا طعم اجمل البهارات بقى لنا دايما بحطها لللحمة المتعصجة هي يعني معلقة كبيرة كده من الكزبانة النشفة وربع معلقة صغيرة من الففل الاصمر وتركها الحلوة ان انتو كمان تضيفوا الكاري الكاري بيفرق كتير اوي لاي لحمة يعني اي وصفة فيها لحمة ضفوا لها كاري بجد بتنقل الوصفة لحتى تانية خالص انا هنا ضفت الملح وهضيف كمان معلقة كاري كده يعني معلقة صغيرة مليانة هرم كده من الكاري والملح ضفته معلقة صغيرة برضو هشوح بقى كل الكلام ده كويس جدا في المرحلة دي بقى هتلاقوا ان الريحة قلبة الدنيا في نفس الوقت اللي بنزل فيه البهارات بنزل كمان معلقة صغيرة من التوم التوم بيفرق جدا للحم المتعصجة لو انتم مش بتستخدموا معاها توم فضيفوه بجد بيخلي طعمها اجمل بكتير اوي هننزل بقى جزرية كبيرة كده مبشورة ناعم بتفرق اوي برضو في الطعم بتخلي طعمها بجد طحفة كده جربوها لو انتم مجربتوهاش قبل كده بنحط الجزرية يعني في نص التسوية مش بنضيفها في الاخر عشان برضو هي كمان تلحق تستويه وهنا بقى قطعت قرنين من الفلفل الحامي لو ما بتحبوش الفلفل الحامي تقدروا ان انتم تقطعوا قرنين من الفلفل البارد يعني براحتكم خالص بس برضو بيديها راحة حلوة وطعم جميل جدا وكده خلاص بيكون العصارات جاهز معنا بس يبقى يبرد خالص وبعد كده بحطه في اكياس تلاجة او علب او اطباق فل دي لاطباق الفل بتساعد ان الفريزر بتاعنا هيبقى منظم كده وحلو وكل حاجة تبقي عرفاها وبين شكلها او بينا هي ايه بالزبط هنا هعبيها حقسم الكمية على اتنين كل طبق من دول ينفع ان هو يكون وجبة يعني ممكن تستخدموا الطبقين في صنية ماكرونة بشاميل كده كبيرة بس انا بحب لو عملتها في الماكرونة بشاميل اضيف عليها كده طمطنتين كبار مبشرين وشوحها معاها او اضيف عليها شوية من الصلصة عشان تبقى لونها احمر كده وحلوة وده بيدي صنية الماكرونة اللي بشاميله طعم مميز جدا فيه وسط عصاق باضافة مكون تاني برضو كده هجربها بس النهاردة وللقيتها زبطت معايا ان شاء الله هنزلهلكو ما تنسوش بقى ان انتو تعملوا لايك وشير كتير وتشاركوا في القناة ومعا السلامة